أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وهنا اختلف الناس في أمر عيسى كما قال الله وقولهم أي اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله لما سمي بالمسيح لأنه ممسوح من الذنوب ما علي شيء من الذنوب أو لأن الله أعطاه قدرة بحيث أنه يمسح على الأبرص فيشفى بإذن الله والأكمه ليولد أعمى فيبصر بإذن الله والأقرع فينبت شعره المسيح عيسى بن مريم رسول الله قال الله وما قتلوه كذبوا كذبوهم ومن صدقهم من جهلة النصارى الآن اليهود يدعون أنهم قتلوه وجهلة النصارى يصدقونهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين هؤلاء مغضوب عليهم هؤلاء ظالون جهلة منهم من صدق بينما نحن نعتقد كما قال الله أنهم كذبه وأن عيسى هو عبد الله ورسوله وأنه ما قتل ولا صلب وأنه سينزل في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ويهلك في زمانه الملل كلها ولا يقبل إلا الإسلام ومسيح الهدى عيسى بن مريم هو الذي يقتل المسيح الضلالة المسيح الدجال وقد ألف بعض أهل العلم كتابا سماه التصريح بما تواتر في نزول المسيح فالأحاديث في نزول المسيح عيسى بن مريم أحاديث متواترة يمكث في الأرض أربعين سنة كما في صحيح مسلم من حديث النواسي بن سمعان ويحج ويعتمر ويموت ويصلي عليه المسلمون فهو مرفوع بأمر الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم ولكن شبها لهم الشبه ظنوا أنه وإن الذين اختلفوا فيه يعني في قتله لفي شك من يعني في قتله قال الله ما لهم به من علم حقيقي إلا اتباع الظن ولا شك أن الظن ما يغني من الحق شيئا وما قتلوه يقينا ما قتلوا عيسى ومنهم من قال وما قتلوه قف ثم قال يقينا يعني يقين أنهم ما قتلوه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه رفعه الله إليه إلى السماء وكان الله عزيزا منيعا بالنقمة من اليهود حكيما حكم باللعنة والغضب عليهم ثم قال تعالى وإن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بمن بعيسى قبل موته موت من موت عيسى هذا القول الأول يعني معنى الآية على هذا والله أعلم ما من أحد ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موت عيسى أمو ينزل بآخر الزمان إذا نزل آخر الزمان ما يبقى أحد إلا يؤمن بعيسى ويوقن أنه عبد الله ورسوله وأنه مبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام فيؤمن بعيسى ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله عن عيسى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإيمان والله لا يدى القوم الظالمين وهو يدعى إلى الإسلام قبل موته إذن الضمير في قول قبل موته يعود إلى من إلى عيسى هذا قول القول الثاني حسنت موت الشخص قال له النصراني أو الكتابي إنه ما يؤمن إذا حضره الموت وعاياً علم علم اليقين وآمن أن عيسى عبد الله ورسوله أنه ما قتلوه وما صلبوه ولكن هذا الأخير إيمان لا ينفع لأن إيمان عند المعاينة والإيمان عند المعاينة من قضاء الأجل ما ينفع وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد الموت قال إني توبت الآن ولا الذين يموتنهم كفار ما ينفع الإيمان هنا فإذن الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان أحاديث بمتواترة لا شك فيها ولا ريب وأنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أيضاً ويكون من أمته ومن أتباعه ويوم القيامة يكون عليهم على من؟ أيها عليهم أنه بلغهم رسالة ربه وأقر بالعبودية على نفسه وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني يعني استوفيت أجري من الأرض كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد يقولون أن إن أحد العلماء قال لواحد من النصارى لماذا تعظمون الصليب قال لأن عيسى صلب عليه قال عيسى ركب الحمار قال نعم قال لماذا ما تعظمون الحمار لأن عيسى ركب على الحمار ماذا الفرق فبهيت الذي كفر قال الله فبظلم من الذين هادوا ما تقدم من نقضهم المثاق وكفرهم بآية الله وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً وقولهم نقتل المسيح ابن مريم رسول الله كل هذه عاقبهم الله بقول حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغانم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون كما في سورة الأنعام فبظلم من الذين هادوا وما ذكرنا وبصدهم صرفهم أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله كثيراً عن دين الله وصدهم وكذلك كل هذه سبحان الله بيان المخازي هؤلاء القوم الذين أفسدوا في الأرض أي ما إفساد وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة منيين عن أخذ الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل كما قال الله سماعون الكذب أكالون للسحت أخذهم الرشا بسبب هذه الأمور حرمنا عليهم هذه الطيبات ولا أعرف هذه الأمة حرم الله عليهم الخبائث هذه الأمة تحريم الأمة هذه الأمة عليهم الخبائث تحريم صيانة وحفظ وأولئك تحريم عقوبة عليهم وجزاء لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عن واكلهم أموال الناس بالواطل واعتدنا للكافرين منهم من اليهود المصرين على الكفر عذاباً أليماً يعني وجيعاً يخلص إلى قلوبهم أفئدتهم ثم قال الله لكن الراسخون في العلم منهم يعني ليس كل أهل الكتاب هذه الصفة لكن الراسخون المبالغون في العلم أولو البصائر الذين أسلموا مثل عبد الله بن سلام ومثل كعب الأحبار مثل وهب بن منبه هؤلاء وغيرهم والمؤمنون من المهاجرين والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة والمقيمين الصلاة في ماذا ما قال والمقيمون في نحات هنا على المدح يعني أمدح أمدح المقيمين نصب على المدح وقيل على إضمار فعل تقديره عن المقيمين الصلاة وهم المؤتون للزكاة وقيل غير ذلك المهم أن هذا يدل على شدة العناية بالصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وهي الجنة ونعيم الجنة لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الإيمان والعمل يقول الله تبارك وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده هنا ذكر الله جل وعلا الوحي إن أوحينا إليك يا محمد وقوله إن أوحينا إليك بيان لمنزلة الوحي وأن هؤلاء القوم اللي هم أهل الكتاب الذين يكذبون بك ويردون رسالتك هم أناس في غاية الضلال والبعد عن الحق لأنه ما الفرق بينك وبين موسى وعيسى والنبيين السابقين ولهذا قال الله جل وعلا إن أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح ذكر نوح لأن أو بدأ بنوح عليه السلام لأنه كان أبو البشر أبو البشر الثاني طبعا وجعلنا ذرياتهم هم الباقين ولأنه أول نبي أنذر عن الشرك وأول نبي أول رسول عوقب قومه وجعلت يقولون معجزته في عمره عاش كم تسعمائة وخمسين ألف سنة إلا خمسين عاما يقولون ما بيض له شعر ولا سقط له سن وهنا الوحي من أهم ما يكون نحن لسا بشيء لولا هذا الوحي المبارك رحمنا الله بالوحي الذي أنزل على الرسل فالعباد بأمس الحاجة إلى معرفة الوحي ومعرفة الرسول يعني ما ظنوا كيف تكون حال الناس لو لم يأتهم وحي ولا رسول تضيع أمورهم يكونون كالبهائم فنحن بحاجة إلى الرسل وتعاليم الرسل لصلاح قلوبنا وهدايتنا بعض الناس يتوقع الآن يقول البشرية اليوم بلغت مبلغا في التقدم والصناعات وغيرها جعلها تستغني عن الرسل وتعاليم الرسل نقول سبحان الله هؤلاء الذين تزعوا منهم وصلوا لما وصلوا ليه هل أسعدوا أنفسهم لا والله ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى يقول ابن قيم رحمه الله ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخفيث على التفصيل إلا من جهتهم ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق على أيدي الرسل عليه الصلاة والسلام ويقول ابن تيمية رحمه الله الدنيا كلها مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبة والأسباط وهم أولاد يعقوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل يعني كما وحينا إلى نور وإلى الرسل هناك رسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك كما قال الله منهم من قصصنا عليك ومنهم من نقصص عليك وَكَلَّمَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى كَلِمَ كَلَّمَهُ كَلَامٍ بعد الرسل لأن الله جل وعلا كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين الله جل وعلا يقول وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا رسلاً مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيمة عزيزاً حكيمة فإنه كثيراً ما يجمع بينهما في خواتم الآيات وكل منهما دال على الكمال الخاص العزة في العزيز والحكمة في الحكيم والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته جل وعلا مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلماً ولا جوراً بعض الناس إذا رأى نفسه أنه عزيز يظلم الله جل وعلا عزيز ولكن عزته مقرونة بالحكمة جل وعلا فعزته لا تقتضي ظلماً ولا هضماً للعبد ثم قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك وإن جحدوا وكذبوا أنزله بعلمه أي أنزله وفيه علمه الذي لا يعلمه البشر فالباء هنا للمصاحبة مثل قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله أي أنزل وفيه علم الله الذي لا يعلمه البشر وذلك من أعظم البراهين على صدق نبوة من جاء به كما قاله ابن القيم رحمه الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك حتى وإن كفروا لا يكون في بالك منهم شيء اتركهم حتى وإن كفروا يكفيك شهادة الله لك لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أنزله بعلمه وفيه علمه الذي لا يعلمه البشر والملائكة يشهدون أيضا زيادة وكفى بالله شهيدا كفى بالله شهيدا ثم قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا كفروا هم بأنفسهم طيب هنا نشير إلى أن معارضة الوحي بعض الناس الآن يعارض الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان من الكتاب أو من السنة لأن اتفقنا على أن السنة أيضا وحي معارضة الوحي بالعقل ميراث الشيطان فإنه عارض النص بالقياس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتهم من طين ولذلك قبل القيم رحمه الله يقول كل من عارض الوحي بعقله وذوقه هذا عنده شيء من ميراث بليس بعض الناس يقول أبدا نحن لا نصدق بحديث يقول ما أفلح قومنا ولا أمرهم امرأة تقول له هذا في صحيح البخاري يقول حتى لو في صحيح البخاري ما يمكن هذا العقل ما يقبله نقول أنت يا من تقول هذه المقولة عندك شيء من ميراث بليس لأنه اللي يعارض الوحي بعقله وإلا عادة المؤمن المؤمن يقول صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما المؤمن لا يعارض الوحي بعقله لا يعارض الشرع بعقله إنما يصدق ويوقن ويؤمن ثم قال تعالى إن الذين كفروا هم بأنفسهم كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وصدوا غيرهم أيضا عن سبيل الله قد ظلوا ظلالا بعيدا بعيد عن الصواب ظلوا ظلالا وبعيد أيضا ثم قال إن الذين كفروا وظلموا أتبعوا ظلمهم بالكفر تأكيدا وكتموا صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون في التوراة إنه نبي وبعضهم قال أشهد إنك نبي لكنهم لا يؤمنون هؤلاء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريقة جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا لما كان كفروا صار هذا جزاؤهم ولما قرر جل وعلا أمر النبوة وبين الطريق الموصل للعلم بها وبين وعيد من أنكر هذه النبوة خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام الحجة والوعيد على من رد هذه الدعوة بقوله يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم تقديره فآمنوا يكون الإيمان خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وإيجادا وملكا كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ثم خاطب أهل الكتاب وقال يا أهل الكتاب اللهم خاصة النصارى أهل الغلو لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق لا تقولوا إنني لا شريكا لا تقولوا إن عيسى ابن الله ولا إله لا تغلوا لأن نلغلوا من أسباب الظلال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده وشريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة وألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قوله وأن عيسى عبد الله رد على من؟ عن النصارى ورسوله رد على اليهود لأن اليهود يقولون ابن زينة والعياذ بالله عن عيسى وكذبوا والنصارى يقولون هو الله أو ابن الله ويستدون بقوله وروح منه كما سيأتي هنا قال الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ويقول كن فكان بشرا من غير أب ألقاها إلى مريم يعلمها وأخبرها بها وروح منه روح مثل سائر الأشياء مثل سائر الأراح إلا أن الله أضافه إليه إضافة تشريف مثل قوله بيت الله وناقة الله وليس معنى روح منه يعني جزء منه والعجيب أنه يقولون إن فيه طبيب كان عند هارون الرشيد فقال له واحد من أهل العلم اسمه علي الواقدي قال للطبيب كيف تقولون إن عيسى جزء من الله وإنه الله قال نعم لأن الله يقول في القرآن عندكم وروح منه قال له خيبك الله قال الله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هل هذه جزء من الله الجبال والأشجار فبهت ذاك وأسلم فجاء هارون الرشيد وأعطى كل منه مجائزة لما نظره بالحج والبرهان ليس معنى روح منه جزء من الله تعالى الله على هذا المفهوم إذن قولوا وسخل لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن تصير جزء من الله هذا ليس المراد بهذا فهنا وروح منه الروح هو النفخ الذي نفخه جبريل في درع مريم فحملت بإذن الله سمي النفخ روحا لأنه ريح يخرج من الروح أضافه الله جل وعلا إلى نفسه لأنه هو الآمر به جل وعلا وقيل في هذه الآية أقوال أخرى وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة لا تقولوا ثلاثة يقولون هما الأب والابن وروح القدس هؤلاء كفر لا شك لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين والأنصار وقال الله ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام وليأكل الطعام يحتاج إلى أيه إلى إخراجه وهذا لا يصلح أن يكون إلها قل هو الله أحد الله الصمد الصمد الذي لا جوف له في بعض التفاسير أو الصمد السيد الذي يصمد إليه الخلائق أو الصمد الذي انتهى وعظم في سؤدده وكماله طيب اللي يقول اليهود والنصارى على دين حق الآن والمسلمين على دين حق اتركوا أخي لا تكفرونهم لكم دينكم واليدين من قال هذا الكلام معتقدا فهو كافر لأن هذا ارتكب ناقض من نواقض الدين الإسلامي اللي يقول بعض المخذولين الآن إما جهلا وإما نفاقا وكفرا يقول يا أخي يترك الناس خلاص اليهود نبيهم من موسى وكتابهم التوراة يعبدون الله بطريقتهم الخاصة والموعد باب الجنة والنصارى نبيهم عيسى وخلهم الآن يعبدون الله وكتابهم الإنجيل وموعد باب الجنة والمسلمين نبيهم محمد وكتابهم القرآن ويعبدون الله بطريقتهم كلها ولا يجتمعون يدخلون الجنة الآن نقول هذا والعيادة بالله كفر كفر بين واضح صريح وإن كان مع الأسف الشديد يتفوه به بعض المنسوبين إلى الإسلام نقول خلاص ما دام أنزل الله هذا القرآن وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فلا حجة لأحد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصاني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار نص صريح ثم قال الله جل وعلا رادًا عليهم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون لن يأنف من عبادة الله ويمتنع ولن يتعاظم ويترفع المسيح عيسى بن مريم لن يستنكف يعني لن يأنف من عبادة الله ويمتنع منها لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولن يتعاظم ويترفع أبدا ومن يستنكف يعني يأنف من عبادة الله ويمتنع ويستكبر يعني يتعاظم ويترفع فسيحشرهم إليه جميعا وهذا وعيد لأن إذا حشرهم فسوف يعذبهم ويحاسبهم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابًا أليمًا ولا يجيدون لهم من دون الله وليًّا ولا نصيرًا والآيات واضحة ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليكم نورًا مبيناً وهو القرآن والبرهان هو الحجة فعندكم رسول عندكم كتاب فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل في الجنة ويهديهم إليه صراطًا مستقيمًا ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة العظيمة بما بهذه الآية الكريمة ويقول تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وهذه تسمى آية الصيف واللي في أول السورة تسمى آية الشتاء ولهذا جاء في صحي البخاري مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك يعني آخر آية نزلت في الفرائض في الفرائض يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة طيب الكلالة هو من لا ولد له ولا والد هل جاءت آية شبيهة بها في بداية السورة طيب ما الفرق بين الآية الأولية السورة وهذه هذه في الإخوة في ميراث الإخوة لأم وهذه تبين أي نعام تبين إذا ما تميت كلالة يعني ليس له ولد ولا ولد ولد ولا له أب ولا أم فكيف يكون ميراثه هذا يسمونه يسمونه كلالة يسمى كلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وهذه الآية الكريمة فيها سبب نزول وهو ما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال زارني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عادني هو وأبو بكر وهما ماشيان وكان قد أغمي علي من شدة المرض فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوءه فأفقت أفاق من إغمائه فسألت وقلت يا رسول الله إنه لا يريثني يعني سأل عن هذا الأمر وقال جابر رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله لمن الميراث وإنما أنا كلالة يعني ما له ولد ولا والد ما له الله أخواته فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وقد سبق بيان الكلالة في أول السورة لكن هنا قال الله إنه مرء هلك ليس له ولد لا صار ما له ولد أيضا ولا ولا ولد ولد ولا والد ولا أم وله أخت فلها نصف ما ترك لها النصف وهو أيضا يريثها إذا ماتت الأخت جميع ميراثها يكون للأخ إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد فهل يكن للأخ شيء لا ما له شيء وإن كان ولدها أنثى في سلة للأنثى كم النصف وللأخ ما فضل عن فرض البنات طيب وإن صارا بنتين يصلي هنا الثلثين والباقي يكون للأخ وإن كانوا إخوة رجالا طيب حتى لو أن البنات عشر ما لهن إلا فرض فقط الثلثين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء يعني مات رجل وللؤل أخوات وإخوة فكيف يكون الميراث للذكر مثل حفظ النساء يبين الله لكم أن تظلوا يعني لألا تظلوا كراهية أن تظلوا والله بكل شيء عليم من الأشياء التي من جملتها أحوالكم المتعلقة بمحياكم ومماتكم فهو العليم بيّن لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم فهو العليم جل وعلا العالم بعواقب الأمور وما صالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى وها هنا نختم بلطيفة ذكرها بعض المفسرين في هذه السورة لطيفة عجيبة أولها مجتمل على بيان كمال قدرة الله تعالى لأن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهذا دال على ماذا على سعة القدرة وآخرها مجتمل على بيان كمال العلم أول السورة مجتمل على بيان كمال قدرة الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كل الأمة هذه منشورين نشرهم الله في البر والبحر وهم من نفس واحدة شوف الذرية على كثرتها دليل على كمال قدرة الله وآخرها مجتمل على بيان كمال العلم وهو قوله والله بكل شيء عليم وهذان الوصفان هما القدرة والعلم هما اللذان بهما تثبت الربوبية العلم القدرة والعلم هما اللذان تثبت بهما الربوبية والإلهية والجلالة والعزة والعزة وبهما يجب على العبد أن يكون مطيعاً للأوامر والنواهي منقاداً لكل التكاليف علم قدرة وعلم وليس هناك أحد وليس هناك أحد عنده القدرة الكاملة ولا هناك أحد عنده العلم الشامل الكامل سوى الله جل جلاله وتقدست أسماءه وبهذا تم الحديث عن سورة النساء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونسأل الله الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأستغفر الله وأتوب إليه مما أخطأت فيه أو زل به لساني والله الموفق نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والله الموفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك لترفع لغير ربك أكبر أكبر اشتركوا في القناة